السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 15 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الأسد رح ينتقل من برج الأسد لبرج العذراء الساعة 9 و32 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء ورح يمكث في العذراء لغاية الساعة 10 و22 دقيقة من صباح يوم السبب بتوقيت جرينج وطبعا اليوم عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الزورة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 4 و24 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بعدها بدو ينتقل منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما انه موجود الآن موعد بث الحلقة ولغاية يعني ساعات المساء في برج الأسد فبيظل الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا أبنائنا ويمكننا أيضا أن نقترض الأموال ونستثمر أيضا في هاي الفترة أو نشتري المجوهرات أو الأشياء الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس العنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية طبعا تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و47 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء بينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 44 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متأيقذين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة وأيضا بتحذروا من النصابين والمحتالين لأنه سهل جدا أنه ينتصب على أي شخص خلال هذا اليوم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر طبعا رح يبدأ الساعة 44 دقيقة بعد العصر ورح يستمر لغاية الساعة 9 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اللي رح يصير هو الحدث اللي رح يصير أثناء خلو المسار هو انتقال عطارد لبرج الثور اللي رح ينتقل من الحمل للثور الساعة 5 و4 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيج ورح يظل من اليوم لغاية يوم 36 وهو موجود في برج الثور لغاية الساعة 37 و36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من يوم 36 خلال الفترة القادمة بيشعر موليد برج الثور بقوة الفكر والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزيد رغبتهم في الدراسة والمطالعة والسفر وإجراء اتصالاتهم أو القيام بسفرياتهم الضرورية وبيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية الأخرى مثل العذراء والجدي والمائية اللي هم السرطان والعقرب والحوت وكل شخص لما انولد كان عنده عطارد موجود في برج الثور الساعة 9 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر خلاص بانتقل بيستقر في برج العذراء فمن هذا الوقت منعود لطبعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ومنذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا في هاي الفترة إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأنه في هاي الفترة العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه بسيطر على كثير من الأشخاص وهذا هو أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكرحوليات المهدئات المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وأيضا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقاب النفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات المساءات نعم نقدر نحكي عننا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا بالنسبة لهذا اليوم عادي جدا إنه بإجراء العمليات الجراحية وخصوصا الأعضاء اللي ما ذكرناها ولكن الأعضاء اللي ذكرناها الشوي بدكوا تكونوا متروين فيها يعني إذا كانت العمليات ضرورية وما في مجال التأجيل ولكن إذا في مجال التأجيل بيكون أفضل في فترة خلو المسار طبعا ما مننصح بالعمليات الجراحية ولكن في الفترة اللي ما بيكون فيها خلو المسار ما في أي مشكل إلا إجراء عملية جراحية لباقي أعضاء الجسم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار أيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العذراء خلو المسار القادم بيكون الساعة 9 و 8 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم السبت بيبدأ وبينتهي الساعة 10 و 22 دقيقة صباحا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 7 أيام ساعة 9 و 9 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بصير بمبلش بيوم الثامن نسبة الإضاءة 54 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة 45 في المية القمر في الأسد وفي ساعات المساء رح ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء ليوم 18 خمسة منتحس الآن بنسبة 40 في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في الحمل ورح ينتقل للثور ورح يظل في الثور لغاية يوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 30 في المية المريخ في الحمل حتى يوم تسعة ستة سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 6 سعيد بنسبة 30% ورنس في الثور حتى يوم 1 9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2 9 بعدها بيرجع لبرج الجدي منتحس بنسبة 10% وصلنا للتراجع توقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بالضرر رغبتكم قوية للتقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك تسحر الكثيرين بحضورك الباهر وبظل الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بأي شيء عاطفي أو حتى ممارسة هواية أو ترفيه أما في ساعات المساء بتكنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم من الآن وحتى ساعات المساء وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو بعض الأعطال أو ديكور أو مثلا استئجار بيت أو بيع عقار أو أوراق ومعاملات أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أما في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشتركي بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة مناسبة لإلك أما في ساعات المساء بدك تنتبه بشكل كبير خصوصا أثناء تنقلاتك وحواراتك ونقاشاتك بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم برضو في مجال بعض المكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي من الآن وحتى ساعات المساء ولكن بدكوا تحذروا في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو من النصابين والمحتالين وممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال لأنه زي ما حكينا الفترة هاي سهل جدا أنك تنخدع من أي شخص حاول أنك تدقق بالتفاصيل أما من ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم برضو في نشاط وحيوية أكثر من الأيام الماضية من الآن وحتى ساعات المساء بتظل الطاقة ممتازة جدا وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي وفي انفراج وتقدم أيضا عليكم التحلي بالحكمة بشكل كبير اليوم لإدارة بعض الأمور عندكم بتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح مميز أما في ساعات المساء بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من النصابين والمحتالين ومن السرقة ومن الضياع أيضا برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا التعب رح يظلم سيطر عليكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك بتنتبهوا على صحتكم وعلى قراراتكم ما في داعي لاتخاذ أي قرار حاسم من الآن وحتى ساعات المساء حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور وأثناء التعامل مع الغير فممكن عادي جدا يصير فيه تأخير أو يصير فيه التباس بالكلام أو بالفعل أو بالعمل فأضبط أعصابك من ساعات المساء القمر بوصل لعندك فمن وقتها بتمتلؤ نشاط وحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك أو بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن وحتى ساعات المساء ولكن حاولوا أنك تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات العصر لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فمن الآن وحتى ساعات المساء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وحاول أنك تطلب المساعدة من صديق أو من معرفة لا إنجاز بعض الأعمال وأهم مش أنك ما تتردد بتقديم المساعدة ولكن احذر من النصابين والمحتالين والأشخاص اللي ممكن أنهم يغرروا فيك من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقع على العقد وما تحسموا أمر لأنه أنتم مقبلين على فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض بتستمر لصباح يوم السبت برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل من الآن وحتى ساعات المساء ولكن بدكوا تنتبهوا من المشاحنات أو المشاكل ما بينكوا بين زملاكوا أو ما بينكوا بين رؤسائكوا بالعمل يعتبر هذا اليوم مناسب لغاية ساعات المساء للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو عندهم مقابلات قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب الشخصية أو العائلية المطلوب منك إنك تكون صبور جدا أما من ساعات المساء وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج القوس بالنسبة لمعاليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات من الآن وحتى ساعات المساء وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم أيضا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وممكن تلتقي بوجه وأرى وثقافات مختلفة أهم إشي إنك تنتبه أثناء قيادة السيارة وخصوصا من ساعات العصر وما بعد في ساعات المساء القمر بوصل للبيت العاشر فبتصيروا عندكم قدرة لتحافظوا على سمعتكم ولكن بدون مغامرات أو مجازفات ومصالحكم الإجتماعية وبتبدأ فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بتعيدوا تنظيموا مركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب أو فرصة لبعض الحلول المالية اللي بتيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر في أي شراكة مالية جديدة وبدكوا تحذروا من النصابين والمحتالين وما توقعوا على أي أوراق أو أي معاملات بدون ما تتأكدوا من محتواها ما بناسبك أيضا في هذه الساعات الخلاف والزعل أما في ساعات المساء هنا بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو حتى على المستوى العاطفي ممتاز جدا ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات المساء وبالظل فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني أهم شي إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال وعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وحاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل وأيضا ما تبدأوا بشراكة جديدة خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات الظهر وما بعد أما من ساعات المساء وهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور التانوية وأيضا انتبهوا من النصابين والمحتالين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا العمل بدأ يتراكم عندكم الوضع ضاغط بشكل كبير انتبهوا أهم شيء من المشاحنات مع زملائكم بالعمل وحاول أنك تركز بأعمالك وتتممها وتنجزها بشكل كامل وخصوصا الأعمال الضرورية وهذا الأمر رح يظل المستمر لغاية ساعات المساء حاول قدر الإمكان أيضا تنتبه لصحتك وما في داعي للعصبية والحدية في ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك يعني بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاضروا من الخلافات وما بضخم الأمور حاول أنك تكون مرن جدا وأي عقد أو أوراق بدك توقع عليها يتأكد من محتواها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء